انتصارات جديدة لقوات الشرعية في جبهة الراهدة التي تبعد خمسين كيلو مترا جنوب شرق مدينة تعز مواقع عسكرية وجبال حررتها قوات الشرعية في منطقة الجربوب بمساندة طيران التحالف العربي كما استعاد الجيش الوطني مناطق مجاورة في سلسلة جبال الهشمة والسنترال الاستراتيجي في حدود محافظتي تعز ولحج ويأتي ذلك في اطار العمليات العسكرية لاستكمال تطهير منطقة كريش من الميليشيات والتقدم نحن محافظة تعز نقيل الصالة هذا منطقة استراتيجية حاكمة مرتفعة تشرف على خط الدمناء الراهدة وتشرف على خط الامداد الرئيس للميليشيات إلى منطقة حيفان والقبيطة ومنطقة كريش وبسيطرة القوات علي تكون قد سيطرت ناريا على هذا الخط تحاول الميليشيات تأمينه واستعادته لكنها تبوء بالفشل وتتصدى لها قوات القيش محدثة فيها خسار في الأرواح والعتاد هناك أيضا مواقهات في الكريفات وتبات لوزم وأبعر والصرمين وعلى الرغم من فتح الميليشيات الانقلابية أكثر من 13 جبهة متفرقة في محافظة تعز إلا أن الجيش الوطني يصد هجمات يومية بل ويحقق انتصارات متتالية في عدة مناطق وبدعم التحالف العربي وبالدعم المعنوي الشعبي للجيش الوطني ورفض ابن تعز لنهج ميليشيا الحوثي تمكنت قوات الشرعية خلال ثلاث سنوات من تحرير 11 مديرية فيما تدور معارك في 6 مديريات أخرى ولم يبقى بقبضة الميليشيا سوى 5 مديريات قضية الصمود وهو الحاضنة الاجتماعية المساندة للمقاومة الشعبية والجيش الوطني وتمثل ذلك بالعدد من التشكيلات منها مبادرات شبابية ومكونات قاوم وساند وشارك كل هذه شكلت الإطار النظم للقهود في سبيل حماية القبهات ورفضها بالإضافة إلى رفضها معنويا بالمعلومة ورفضها ماديا بالإمداد والغذاء على الجانب الغربي تدور اشتباكات عنيفة في جبهة مقبنة حيث لقيت قيادات في الميليشيا مصرعهم وفشلت الميليشيا من التسلل والهجوم على مواقع في جبل حبش والأشروح والقوز وكذلك في تلة لوزم شرق المدينة تحرك جديد لجبهة الراهدة يحقق فيه الجيش الوطني انتصارات مهمة في وقت تتقدم فيه قوات شرعية في جبهات مختلفة كجبهة مقبنة وجبل حبش وغيرها بلار الصبر الإخبارية تعز